بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفيظه الله أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المشاركة ضمن عملية الفارس الشهم الثنان والتي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع أعلنت البدء في مشروع تجهيز ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع بتكلفة 65 مليون درهم لإيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال السادس من فبراير والذي خلف قتل وجرح ومبان متهدمة وتأتي المبادرة ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إيجاد حلول سريعة ومبتكرة عن طريق إنشاء وحدات سكنية مؤقتة وذلك خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل في محافظة اللاذقية إحدى المحافظات السورية المتضررة من الزلزال وتتسع الوحدات المسبقة الصنع لستة آلاف سورية كما وأنشأت أو أنشأت وفقا لأفضل المعايير المستخدمة وبين فريق الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا أنه تم عمل لجنة مكونة من ممثلي التنمية المحلية ومجلس محافظة اللاذقية والهلال الأحمر العربي السوري إلى جانب الجهات السورية المعنية من أجل اختيار الأسر المتضررة من الزلزال والمستحقة لاستلام تلك الوحدات السكنية بعد تجهزها ترجمة نانسي قنقر